اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن رأي تقول اوه ويصنعي بقول عوض بكا من الخبط ورقبات لما تطلع بالمرايب يقول يقرض حرسي ما عليكي ويقرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بختار الاكل ولا الحب انا سرطانية فبختار الحب هو اختيار صعب اكيد الاكل اكيد الحب اكيد الحب انا ما عنديش اكس بدعسوا بالطيارة والسيارة وبلباص بدعس الاكس بالسيارة اه ندعسوا بالسيارة لا يكون في أكس قبل ما أدعسها بالسيارة أختار شاورما بالثوم، شاورما بالثوم على الحسن بالشيء اللي بيكون بعده أشوفك أكل شاورما بالثوم أو بعده شاورما بالثوم ما بحبي شي كوان أكسرا ثوم طبعاً أنا بحب الفاشونيست أنا مشيغلي الفاشونيست فأختار الفاشونيست نخلص من البرسل ترينر قصدي لو هتخلص، أتخلص من الاثنين ولكن الأول هو البرسل تريني نخلصه من الفاشونيست كلهما يعجبونني نخلص من الاثنين مليونين ببيع الع skelet أكيد المليون دولار لا أكيد تختار المعجب فيها بين صلطة وبيتزا، أختار mangزا تختاروع بالفeries أختار بين الصلاة وبيتزا تخلص السلاطة دل اسمع دي سباسيطا ولا تلت دقات لا هي ولا هاي لازم ما بين اللي تندل ما ينفعش ولا دي ولا دي تلت دقات بين بس تبيس هو احلى جزء في اليوم في العروض المبشرة هو وقت لما اجي اكل دينجر زون بحسها كده فيها ضربات قلبه ومش اعرف مينه بتاعه وتحطه في موقف له ما يتحسدوش عليه بس انا قاعد مش قاعد في مكانهم فاهم فا قاعد بتفرج احلى بارت وقت اتفوتوا على قوتي وناموا لهالانتروجيوه الحلوه المهدومة اوه تعليقات الحكام كمان بحبها يعني وقت تكون لذيذة ومهدومة لا احضر الفيديو اكيد بتشوق اعرف شو محضرين اكتر حد بحبه في المشتركين في الكريتيفتي والفيديوز اللي بتتطور كل اسبوع يا ماريلين انا بحبوهم كلهم على الصعيد الشخصي بس انا يمكن لانه باهتم بالرياضة وانا بحب كتير الرياضة كتير بحب عبد الرحمن في كتير في كزا حضا كلهم يعني في راشد من السعودية عن الفن والتصميم في ماريلين كمان من سوريا بصراحة راشد اكتر شي لانه يعني بيعمل ميكس ميديا كتير حلو والناس وقفة في الدينجر زون بحس طبعا باحساسهم اكيد كتير صعبة هاد اللحظة كتير صعبة بس لا بس انا مريت بها قبل كده يعني الواحد ما بيكونش حاس بجسمه ولا حاسس بأي حاجة بتحس ان انت ضعيف فرام وانك تقع على وشك انت فرام او هيجيلك مثلا سكتة او حاجة فرام بحس انو بيزعل وخاص انو انا عم بقول الاسم مع انو القرار مش بيدي لا انا حطيتهم بالدينجر زون ولا انا انقصت حدا وتركت حدا بس انا اللي بقول الاسم يعني هيدا كل اسبوع غادرتنا مشتركة اسمارولا من الاشخاص اللي كانوا جدا شاطرين وعم بيتقدموا موهوبة انو بنهاية الافضل رح يضلي يعني الشعور انو بكون زعلانة لانو بعرف حدا منهم يعني حيفارق اه وانا بحط علامة واطية ما بحسش بحاجة انا ما عنديش احساس اويا بزعل اني حط طرحة علامة واطية اوه انو هيك بصير انا يعني هيك حتى يمكن بيبين عوجي يعني ان شال ما طلقتني الكاميرا انا وبحط علامة واطية يعني انا انا شخص عملي جدا فمش من نوع اللي هو لما قدي صفر او واحد بحس ان انا قلبي بتقطع لا بالعكس بحس انو اتس فار ما فيش مجال ان احنا نبقى عاطفيين بالنتيجة لازم يعني لازم حكم متل ما بقوله ضميرة قبل ما احس انو حرام او نزعل انو خسرنا مشترك ممكن انا هلا اكيد مش واقل واقل ولا مرة بيقول شي انو بس لا يجرح حدا او بس لا حتى يقزي حدا بكلامه بس انو عام دول جرأة انو اخر همه اذا بيزعله متسهل انا بتصور انا لانه اوات واقل مثلا بيعطي كومنت حلو وبيشكر بالمشترك بعدين بتطلع هيك بتنقوز بلاقي مسانحات تعاليمة يعني اه يارا مش مش بتروع بالعطفة بالعكس بس هي كلامها منمق اولي يعني ممكن مثلا تدمر شخص بس بس بكلام زي العسل انا مشكلتي انا ما بعرفش اعمل كده لا انا بحس انو انو يارا بشكل عام هي الاكثر تساهلة كالعادي من هداك الاسوبة بلشنا انا حدا منفكر هيطلع اول عم يطلع اخير حدا منفكر هيطلع لبرة عن جد شيء لا يتوقع ولا يوصف مع ماريلين توتونجيان من سوريا منكتشف اذا اعادة التدوير ممكن يصير لايف ستايل كنت تعرفة انو فينا نعمل هالاشية من قبل فايا لا ما عندي يعني شايفة بس تبع البرونزر البرونزر الافكار جديدة ويعني كتير صح للفئة اللي انتي عمت عاملية وحبات الجرافيكس تبعي كتير متحسنة لا فيه تحسن تو بيهانست ماريلي من اقوى الناس اللي موجودة هنا في المسابقة ويعني بتتحسن والوحيدة اللي مستواها منزلش بس بالعكس بيتقدم فـ this is a plus وبعدين عجبني فكرة الفاست موشن بتاع الفيديو دايما بنتر الفيديو يستبع على ماريلي يعني ماريلي مش انو تقدمت او متقدمت لا ناطرين دايما شي حلو ومعلومات جديدة كل ست وكل يعني بنت بتحب انو تعرف هالمعلومات حبات كتير لبرونزر خلينا نشوف العليمية اللي بتحصل عليها سبعين التعليقات كانت كتير حلوة وشرف كتير كبير إلي انو اسمع حدا عم بيقى يعني عم بيقلي انو انت حدا قوي وشغلك كلمة اللي عم يتقدم يعني ما في ولا تعليق سلبي كلهم اللي رجنا شكرا عنه وعادة يارا اني بدي اعمل لها برونزر أنا طلالي سبعين نقطة بتعادل مع زاهد عالمركز الثاني في راشد ومحمود اللي هلأ ما طلعوا ما منعرف نتائجهم اللي هلأ حاليا الأسامي الأولية اللي مرحلت الخطر هنا نور وصارة صراحة نيناتهم كتير بحبوهم وننشوف شو بيصير يعني امي بتجي بتحضرني كل حلقه كل يوم جمعة اللي هو بلاقي امي فايتا ومعا هير باستوين جاي من باريش جاي من فرنسا لا تحضرني فهذا كان شي كتير ببسطني يعني شفتها عملت مرتين انتي هون بقى نوع المسرح يعني يمكن هو القورة تبعها هيك الطاقة تبعتها عطيتني هالنتيجة انا متطمن ان في ناس خدت اقل من تسعة وخمسين فلو خدت تسعة وخمسين اللي باخدتها كل مرة بقى في الامان ان شاء الله مع محمود أشرف من مصر معقول يلاقي طريقه يجمع فيها بين اعادة التدوير والكوميديا واقل شو رأيك بالكوميديا السوداء اللي قدامه محمود مع انه كوميدي بس بس المحتوى بتاعه حل يعني فكرة انه الشبشي بيترمي عليه وده اعادة التدوير يعني هو بيطلع الحاجات اللي في البيت المصري يعني اول ان اول يعني ده ممكن يكون الحمد لله احسن فيديو شفته لك كتير مهضوم الفكرة هيكي اخدها بطريقة كوميك مهضومة كتير ومحمود عنده كاريزما يعني انا تصراحة انا وفايا كتير بيدحكنا يعني عن جد خاصة الفكرة بالاخر والفكرة لوين اخدها وعن شو حكي برافو محمود انا حبيت السكيتش لانه حسيت ما فيه مجهود ووصل الفكرة يعني قاعد عم يتساير هو ورفيقه ووصل لنا كل الافكار بسيط وحلو ومهضوم برافو محمود خمسة وستين يا محمود اخيرا انتركت من الخمسينات الحمد لله الحمد لله اول مرة يقولولي كلام ايجابي وبدوني درجة ايجابية كل مرة يقولولي كلام ايجابي وبدوني تسعة وخمسين فتركت من صندوق الخمسينات اللي انا كنت فيه من اول البرنامج انا دلوقتي خدت خمسة وستين في المركز الكامس مبسوط دايما فيه مثل يقول مسك الختام فان شاء الله انه بيكون شي مرة قوي اول مرة في البرنامج كنت اخر واحد صرت الاول فان شاء الله مصير مشترك واحد بعده معلق بمرور راشد المتاعب من السعودية ومعه منشوف شو الافكار اللي بتختر على بيل الموهوب بالفن والتصميم لما تكون حماية البيئة اساس التحدي يارا حبيتي تناتي اكتر قدرت اكتر موهبة راشد الليلي بالفيديو صعب الموضوع عن جد عند بعض الفئات بس ابهرنا صراحة يعني مبدع كان الاشياء اللي اللي استعملها الوراق التفاصيل كلهم انت منطول كتير رائعين يعني فيديو لايك 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 انت اكتر بكتير من فنان جرافيت يعني ان انت فنان تشكيلي تعمل ميكس ميديا كتير حلوة وانا عن جد متشوق هلا اشوف اعمالك اللي انعرضت يعني ان تعرضها بالحلقة وغير يعني انت غير انك فنان عندك طريقة صنع الفيديو فبرافو راشد برافو ان انت استخدمت كل حاجات اللي هي الورجانيك والحاجات اللي مش اورجانيك برافو عليك يعني حتى كمان من التحدي القديم جبت حاجة انت عايز تخلص منها اصلا فبرافو عليك دعونا نشوف علي ميتك عشان خمسة وسبعين سكر مسكور راشد ما اقدر نصف الشهر هذا والله مبسوط اكيد احس بالفرح لانه شي يعني اكثر علامة احبي يعني اكثر علامة في برنامج حققته فاكيد نور لازم افرح من شي يعني واثبت نفسي الحمد لله راشد هيك كتير يعني اتخمسنا وقالت يلا معلي بس بالنسبة لي نور الدين وراشد يعني متساويين بالمرتبة الولى اتناتهم عملوا شي كتير رائع وراشد انا عجد يعني مهتمة اعرف برا البرنامج كل اعماله اذا بيعمل اي فن يعني تشكيلي ممكن عجد اروح على المعرض يعني اذا عمل معرض موسيقى مع سارة يوسف من فلسطين عن فئة الفلوغ منشوف وجهة نظر مختلفة باعادة التدوير موسيقى صراحة ما بكذب عليكن كتير متوترة لانه كنت ستين الاسبوع الماضي حاب باخد اعلى وان شاء الله ببكذل اول اول تاني وراضية بالثالت بداية مع واقل شو رأيك بالفيديو اللي قدمته سارة؟ اول ان اول شايفه ساف بس مش شايف لسه في حاجة جديدة ومفيش يعني بس اللي زعجني في الفيديو ده الاستمرارية بتاعت التون انا كنت هقول متل واقل انه الفيديو حساته ساف يعني هو جيد بس لانه نحنا عم نتقدم البروغرام بدنا بقى شيء يعني زاهد ونور الدين مثلا حسات ابهرونا الفيديو طبعيك منيح منو منو عاطل بس منو يعني هالشي المذهش شخصيته هي وهالحماس اللي عنده اقوى من العمل اللي هي بتقدمه مثل ما قالوا ما في شيء جديد وزيادة خلا نشوف اعضاء لجنة الحكا معدل العام اللي بتعطيك هي يا سارة واحدة واربعين ما بعرف ما بتصل الفكرة كفلوغ بتطور يعني الفلوغ هو عفوي هو بيرسنال لازم يكون شيء كتير بسيط ما في التفنر بالمونتاج زي البقيين كالفئات المختلفة التانية هذا هي الفلوغ العفوية والبيرسنال زالاني من النتيجة كتبقى احسن من هيك لانه كفئتي هي تطلب هذا الشيء يكون العفوية والبساطة بس كل واحد حسب رايي سارة كمان يعني ما في شيء جديد بس هيدا المشكلة عن سارة ما في تقدم انشوف مين راح هيحلف لي محالة الخضر مع نور إبراهيمي من الجزائر منعرف اذا فينا نساهم باعادة التدوير خلال المغامرة والسفر ثواني قليلة ونطلع عن مصرحة لي متوترة اليوم وان شاء الله خير الفيديو تايرا انا حسيته شوية تحت الموتة والسطة على ذي كاني خايفة محبتش الفيديو خالص انا مش حافتي ليه قاعدة كل شيء قاعدة مربعة تكادر نفسه حاسه غلط حس انه ما عرفش في حاجة نقصة في الفيديو ان المحتوى بتاعت مش وحش فكملي على الجماليات بتاعتك والكرياتي حسيت في شي مغير شوي بالفيديو انه هيك في حماس اكتر في حياة اكتر بهالفيديو عادة من شوف هيك اكتر في رواء فهدا اللي حسيت الفرق فيه كمان نكون عم نظلمة اذا لنا ما في تقدم بس لكون صريحة باقي المشتركين عم يتطوروا اسرع ما في هالشي لانه ممكن انا شوف هذا الفيديو ما ارجع اعمله شير عرفتي ما في شي مبهر فما بعرف اذا نور عن فئة السفر 49 يا نور انا من الي جين اليوم كنت حسب لي راح نكون في مرحلة الخطر والحيط اللي انا راني في مرحلة الخطر فشعور قامس يشبه علامتي 49 والحيط اللي انا راني في المركز قبل الاخر انا صار صديقتي فاسوأ شي من اني نكون في مرحلة الخطر اني نكون مع صديقتي صارة هذه الحاجة اللي راي مقلقتني المشتركين الاتنين اللي حصلوا على اقل معدى العلمات بتحدي هالاسبوع وهن سارة يوسف ونور براهيمي صعبة ان نرنا مع بعض انا في مرحلة الخطر سارة رفقتي في الغرفة وصديقتي من اعزاء اصدقائي في البرنامج هذا اللي مزعلني وكن كان اي شخص واحد اخر معلش حكت اللي كنت تحكي كانت بتوقع نكون انا وسمشي معايا انا كنت بحكي لنور قبل ما كنا منيجينا النام قلت لها نور انا كنت حاسة يمكن تكون بحاطة الخطر بس ان شاء الله ما تكوني عنتي بس ما توقعت انا اطيح معاها هذا الصدمة يعني فان شاء الله اذا انا او نور اطلعنا في حبك احنا رح نبقى اصدقائي نظن على طول الاصدقاء انت اصدقائي وماني زعلاني اذا بقى جيد للا اتنين ان شاء الله وان شاء الله مين ما خرج من البرنامج اليوم اكيد هيكفي مشواره اونلاين وعا فكرة نورو صار اتنيناتهم قواية اونلاين فا جيد لك المشتركة المشتركة يلي انقذها تصويت الجمهور من منطقة الخطر هي نور ابراهيمي ألف مبروك لإليك بخلص المشتركة تجربة حلوة تعلمت اشياء اضافت بحياتي اشياء اصابت على اكترشي المشتركين من اهمهم حمود أشرف قطع لي قلبي هالشاب رح ازورك في مصر قريبا بحطى اي طيار تغير على مصر ان شاء الله وبحب الكل شكرا لنجد الحكم وبقول لنور حبيبتي تعلمت من الكيشة كتير كنتي انتي حبيبتي بغرفتي وقريبتي واختي ما عندي اخت بس نور كانت اختي وبس ما لك التوفيق شدي حالك ودايما خليكي قوية نور عارف شوية قصدي راني نبكي بس ما كنتش حبة الموقف هادا مع صارة بحنتك مش انتوحشها بزاد و اني فرحانة كي بقيت بس راني نتعلم اشياء انك تكون في موقف كيما هذا مع صديقك واعرا صعبة بزاد قوية ماشي يعني افغريد لديك اشياء بس صح؟ صح؟ طبعا انا مش عارف افرخ على الدرجة بتاعتي ولا ازع يعني انا حزين اكتر من اني فرطان او مش فرطان اصلا يعني بس ربنا يوفقان ان شاء الله وكده كده كان هيجي اليوم هي ترجع بلدها وانا رجع بلدي او اجي اليوم الوقوف في المرحلات الخطر سعب بزاف فاكيد في المرات الجايين راح نطدم افضل ما عندي باش ما نعود تنتح في موقف كيما هذا كان حلو وصعب مغامرة توتر حزن ضحك فرفشة كل شي مرأنا فيه بس اتعلمت اشياء كتيرة الصبر ثم الصبر ثم الصبر بحب كونك كتير والله جماعا صار صديقتي راح نسافر لها الامارات باش نشوفها اكيد محتواتها من احسن المحتويات وهي شخصية بزاف رائعة فنتمنى لها توقف توفيق في اللي رو جاي ان شاء الله هو الاحسن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة